اش طعام اهل جهنم اش طعام اهل جهنم اسأل الله العافي والسلام ان شجرة الزقوم طعام الاثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم تدري لو قطرة واحدة بس من الزقوم نزلت على الارض لأفسدت على اهل الارض معايشهم ما عد نقدر نستفيد من هذه الارض بسبب ايش قطرة واحدة من الزقوم هذا اكلهم شرابهم وسقوا ماء حميما وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم لباسهم هذا ان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد يخواني تخيل ولهم مقامع من حديد لحين هم يضربون بالمقامع يشردون نسأل الله العافية والسلام ولهم مقامع من حديد كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق اخوان مستوعبين لباسوا نار سراويلهم سرابيلهم من قطران من نار وشرابهم نار وأكلهم نار وفراشهم نار ولحافهم نار وكل شيء حواليهم من نار وهم يصطرخون فيها وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل يرد الله عز وجل عليهم فيقول أولم نعمركم ستين سنة سبعين سنة ثلاثين سنة عشرين سنة أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير يا شيخ نايف نحن ما نبغى نتكلم عن الإنسان إذا دخل النار نبغى نتكلم عن الإنسان إذا شاف النار بس إذا شافه بس ولو ترى إذ وقفوا على النار ما دخلوا واقفين لسه بس وقفوا ما دخلوا جوة النار ما أخذوا من زقومة ما شربوا من الحميم ما لبسوا من ثيابها للنار نسأل الله العافية السلامة بس بمجرد الوقوف أمام النار اسمع أمنياتهم ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد يا الله فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين يا أخواني أهل النار الله يحرم هذه الوجوة على النار قلوا آمين إذا دخلوا النار عندهم أمنيات أول أمنية يتمنونها من الله إيش هي الأمنية الأولى ربنا أخرجنا منها يبغون الخروج ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون ممنوع الخروج انتهى قضي الأمر ما راح يخرجون يا رب خرجنا الجواب اخسأوا فيها ولا تكلمون الآن عرفوا أنهم ما راح يخرجون أبدا يتمنون أمنية ثانية يتمنونها من خازن النار ما هي ونادوا يا مالك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون الأمنية الثالثة والله يا أخوان الأمنية الثالثة تجعل الإنسان الأمنية الثالثة تجعل الإنسان يقول اللهم اعتق رقبتي من النار إيش هي الأمنية الثالثة وقال الذين في النار بالله يا شخناف أنت تسمع وقال الذين في النار إخوان يطلبون هذا الطلب هم الآن في عذاب يطلبون الطلب الثالث من بقية الملائكة خزانة النار إيش هو الطلب اسمعوا وقال الذين في النار لخزنة جهنم أدعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال يخوان بعد آلاف آلاف وممكن ملايين السنين إيش يتمنون يتمنون إجازة واحدة إجازة يوم واحد بس يتخفف عنهم العذاب ومع ذلك ما يخفف عنهم عذاب مستمر إلى ما لا نهاية الأمنية الأولى ربنا أخرجنا منها قال إنكم قال أخسأوا فيها ولا تكلمون الثانية يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون الثالث الثالثة ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب اسمع الرابعة الرابعة ما يطلبونها من الملائكة ولا يطلبونها من الله الرابعة يطلبونها من مين تدير يطلبونها من مين ينظرون لأهل الجنة ويطالعون لأهل الجنة فيطلبون منهم الأمن الرابعة ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أن أفيضوا علينا من الماء أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الماء والرزق هذا الأكل والطعام الله حرمها على مين على مين الكافرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر